أنا ببقى مرتاح نفسيا جدا لما نروح عند ناس بيتكلموا عربي زينا وكمان جراننا من نفس القارة هما من أنهي بلد يا رمضان من إيريتريا زيادة آه إيريتريا وهما بيتكلموا عربي عربي فصحى مكسر كده وناس طيبين قوي وأكلهم حلو جدا يعني أنت دقته يا رمضان لا حاش الله إن شاء الله هندوق النهاردة وننبسط بس أنا متفائل هو الرجل ده يا رمضان اللي فضرت المخازن ولا اللي في الشؤون المالية والإدارية هو اسمه يا بابا الرجل ده اسمه المايو المايو؟ لا ده إحنا نروح له بقى الصهر الجاي إيه ده؟ وما حدش ضحك ليه؟ الله ما تتحكم آه مش لسه ليه أكمالة ولا أنت كده خلصت ولا أنت إيه؟ نيه سلام مرحبا مرحبا تفضلوا بيقولوك يا بابا Welcome Welcome Come Here يابني دي سهلة رايح انت مع الفطار ده تفضلوا ادخلوا من باب ما إحنا هندخل من باب أمال هندخل من تحت عقب باب؟ هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا حزائي عسران واني لو خلعت الحزاء هيبقى فيه خطورة عالبيت كله لا عالمجمع السكري كله صح صح اوعى تخلع حزائي عسران انا اللي بخصن سرباطا ما اخبار صيام ما اخبار عطش جوع كريم عال العال ما اخبار الوكلة والستاذ المايو وكل موجود موجود اولا اعرفكم عائلتي هذه ابنة ايشي ايه ابنة ايشي دي اسيا اخد الريح من البلا ايه دا هو انتو برضو ما تحكتوس ايه مش لسه لها اكمالة ولا انتها خلصتي ولا ايه ولا ايه كن نكتك تجل خيرها ولا ايه مرحبا ايشي انا وانا ايشي اها ايشي ابنة ايشي طبخ الطعام لا ام طبخ طعام ايشي لا تعرف هذه زوجانيلا ايه دي الظاهر ان احنا جينا في وقت مش مناسب هي نيلا يا الساذ المايو استهدى باللحنة ساعة فطار مش كده قدامنا عنه على فكرة على فكرة انت حضرتك لو بصت لنفسك من جوه هتلاقي انك برضو مليان عيوب معلش اكيد بابا ما يقصدش يا ايشي لا لا ماما نيلا يا بنت عيب كده ده هي عقوق الوالدين ده شوف البيت بتكيد امها ازاي بيت جللت الربا صح ده انت لو عندنا في النمي سكن نجا خلاص يا عصران بقى ما هتكملش دايما ندي فرصة للاصلاح او التراجع اهلا وسهلا مرهبة انا نيلا ها بقى انت حرة بقى ايه ايه دي كده معمول لها عمل بقى لا ومتصلحة مع نفسها جاوه نونو نيلا 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 انا وانا نيلا نيلا اسمي اوه يعني ايه الاسامي خلصت يعني عشان ما يبقاش فيه غير نيلا كان الاسامي تقل خيرها وليه نريد استعداد منكم زوجاتي ستخبركم عن طعام اتفضل يا نيلا لا يا بابا انا مش عايز اكل عند الناس دول بس شاد يا كريم احنا جعنين لك ستين نيلا عفوا هناك ستين غيري لا حضرتك نيلا الوحدي اه قولنا على الاكل يا ستنيلا لما اخذ يا اختي احنا ستات زي بعضينا ما تزعليش اه اه تمام طعام ركم واحد قصيدة قصيدة اه عمية ولا فصحة لا 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 قصيدة قصيدة يا رمضان تقصد عصيدة اه وما هي عصيدة تنت نيلا هي اتكون من دقيق قمح او ذرة مع هليب وفلفل احمر هار مع مادة دهنية يا دي نيلا نعم تفضل ماذا تريد سيد محترم لا مفيش حاجة كملي كملي يعني خلاصك ده مفيش حاجة تاني اه شكلها ارديحي كده يا عصران ما معنى ارديحي زوجة رجل محترم ترجم يا كريم ترجم يا ابن المحترم ارديحي يا ايشي معناها انها اه وقبة غنية بالفيتامينات والمعادن والدهون وحاجات كتير انها وقبة لزيزة نعم انها اكلة شعبية اولى رقم واحد في مناسبات وتجمعات ناس نفس اكلة يختلف اسمها في اماكن مختلفة نحن من رشايدة نسميها كالا انت من الرشايدة؟ نعم تعرف محروس الرشايدة؟ حبيبي دي هواخد من الدهاشنا عنديني ده احنا نسايب طلعوا اللحمة والفراق باجه بالفعل والدة حنونا فكرت تعملكم زيجيني مع انجيرة بس خوفنا يطلع تقيل عليكم وانتم صايمين يا ست احنا مصريين ده احنا معدتنا تهضم الظلط استنى بس يا عصران اما نشوف الزيجيني مع الانجيرة ده بيتكلم عن ايه؟ زيجيني زيجيني اه انه ياخني مع لحم اما انجيرة هو الخبز الرئيسي لدينا يا خسارة يعني ما عملتلناش ياخني مع لحم وما العملتلن ايه نيلا حنونا محترمة؟ امنا ارز بالشهرية مع قصيدة ايوا يا ماما اخيرا بقى ارز بالشهرية اللي انا بحبه انت بتحبه يا كريم انا ما بحبهش جرعيها ستة نيلا واني هنا اقصدها فعلا فين الزفر؟ مع زرة سيد محترم ما معنى الزفر؟ ترجم يا كريم ترجم يا ابن المحترم زفر يا طانت نيلا يعني هبر لا 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 يوجد زفر كالناريتري هتجل خير هولي؟ هي حاجة غريبة فعلا ان الاكلة الرئيسية بتاعتهم تبقى رز بالشعرية هو صحيح مختلف عن الرز بتاعنا بس اهو قدينا حاجة اكلناها والسلام حاجة غريبة ايه يا زيادة؟ دي حاجة نيلا نعم سيد محترم أتريدينني في شيء؟ خشي جو يا نيلا بدل نفطر عليك ما معنى خشي؟ لا دي حالتها صعبة اوي بقى يلا بينا بقى باي باي يا نيلا دولة ايريتريا موجودة في قارة افريقيا وتحديدا في منطقة القرن الافريقي عاصمتها اسمرة حدودها مع السودان من الغرب واثيوبيا من الجنوب وجيبوتي من الجنوب الشرقي اما من الشرق والشمال الشرقي فهي بيحدها البحر الاحمر مساحة ايريتريا 117600 كم مربع واسمها مشتق من تسمية يونانية خاصة بالبحر الاحمر لغتهم الرئيسية هناك هي اللغة التجريتية والعربية والانجليزية والايطالية عدد سكان ايريتريا 5.291.370 وده في تعداد عام 2008 وتأسست عام 1993 وده كان في استقلالها التاني عن اثيوبيا وتحديدا كان في 24 مايو 1993 اما استقلالها الاول فكان عن ايطاليا في نوفمبر 1941 عملة ايريتريا هي الارن و30% من سكان ايريتريا بينتموا لما يعرف بشعب النمرة وهي بلد متعدد العرقيات وتحديدا هم 9 عرقيات وكمان متعدد الاديان وبمناسبة العصيدة اللي هي بتتعامل هناك من دقيق القمح او الذرة مع الحليب والفلفل الاحمر الحار واكيد السمنة وهي الاكلة الشعبية زي ما عرفنا الاولى في المناسبات والتجمعات هناك عايز اكلم حضراتكم النهاردة عن فوائد العيش الاصمر او العيش البلدي دقيق القمح المصنوع منه بيحتوي على النشويات والبروتينات العيش البلدي غني بالالياف اللي بتساعد على الهضم وبيقلل الاحساس بالجوع في كل رغيف من العيش البلدي بيكون موجود 2.5 جرام من الردة والعيش البلدي مصدر ممتاز لمادة الثيامين وهي فيتامين به واحد وده مهم جدا لانتاج الطاقة في الجسم والحفاظ على الشهية الجيدة والنمو للاطفال والخصوبة للكبار وصحة القلب والجهاز العصبي العيش الاصمر او العيش البلدي اقل في نسبة النشويات من العيش الابيض كل رغيف في 45% نشويات في حين العيش الابيض في 49% نشويات رغيف العيش الاصمر بيقدم للجسم 245 سعر حراري بينما العيش الابيض بيقدم للجسم 267 سعر حراري العيش الاصمر او البلدي غني بالنياسين اللي هو فيتامين به 3 وده اللي بيخلي الجسم يستفيد من البروتينات وبيوفر نظارة وصحة للجلد وبيحافظ على مستوى السكر في الدم وبيحافظ على الازافر وصحة الجهاز الهضمي والعصبي العيش البلدي كمان غني بالريبوفلافين اللي هو فيتامين به 2 اللي هو مهم جدا لتوليد الطاقة في الجسم ومهم جدا لصحة العيون والشعر والبشرة كمان العيش البلدي غني بالزنك والزنك هو القلب النابد لجهاز المناعة وبيساعد في التقام الجروح كمان العيش البلدي غني بمادة السيلينيام والسيلينيام هو اللي بيصنع الأنزيمات المضادة للأكسادة وبالتالي حماية خلايا الجسم من التلف ترجمة نانسي قنقر